ومن أكتر السلوكيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن في رسالته إلى صليط اللسان هي الغيبة والعلماء في العصور دي بيقولوا الغيبة من عموم البلوة وعموم البلوة يعني المعاصي التي انتشرت وتم تبررها حتى صارت عند كثير من الفئات مش معصية فعمت بها البلوة آية جميلة في صورة المجادلة يما كان اليهود لما الصحابة يطلعوا في حرب فاليهود بعد مثلا أسبوع ولا حاجة يعودوا يتكلموا كده يتودودوا كده ويبصوا هما بيتحكوا للصحابة فالصحابة يفتكروا ان أهلهم اتقتلوا في الحرب وان اليهود شمتانين فيهم فينزل القرآن في رسالة للمؤمنين ان السلوك ده مقبض ومحزن جدا بس شوف بقى تبدأ الآيات ازاي ألم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم النجوة يعني الكلام الخفي ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى كلام بقى في اليهود ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ربنا سبحانه وتعالى نزل النهي هم لسه مستمرين في هذه النجوة والكلام اللي يخالي لما المؤمنين يبصوا يحسوا أن في حد بيتكلم عليهم بالوشاية أو الإذاء أو الشماتة بتبقى صعبة جدا بنشوفها في النوادي أنت جاي كده لو أنت قاعد مع حد اغتاب صاحبك قدامك يعني قام واحد مننا ففلان قم اغتابه فأنت تبقى فاهم أن ده من الناس اللي بيتكلموا على الناس في ظهرها فأنت لما تقوم ويكونوا هم قاعدين مع بعض وانت جاي تحس أنه هو زي ما تكلم على زيد في ظهره هيتكلم على عبيده وكمان في ظهره فيبقى في نوع من الحزن كده فإذا بالقرآن ينزل في بقية الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ده فعل اليهود ده انتوا كمؤمنين عارفين أن ربنا معاكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقو الله اسمع الذي إليه تحشرون بكرة في حساب وهو كان معاكم زي ما قالكم في بداية الآية ثم قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون لو حاسس أن في حد بيغتابك وبيتناجى ضدك ابقى اعمل حسابك إذا محدش يعرف يضرك إلا بإذن الله بل اللي بيتناجى ضدك وبيغتابك هو اللي سوق سمعته ولم يصبح مصدر ثقة عند المحترمين مش عند الناس اللي بتحب الأعدات اللي فيها اللت والأخبار الأسرار والفضح دون ما يخصكش أنت كإنسان مؤمن وانت كإنسانة بتدوري على ربنا سبحانه وتعالى الأعدات المحزنة المؤذية دي لن تضر شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والعلماء أعدوا الغيبة من أكبر الكبائر وارجع لكل كتب الكبائر اللي ألفها العلماء عشان كده كان لازم يكون فيه رسالة واضحة مخصوصة من رب العالمين فيه قصة أن هذا فعل اليهود يا مؤمنين لا تتناجوا إلا بكل خير لو هتتكلم على حد اذكر صفاته الجميلة وجمله في عيون الناس عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب اتربى بقى على القرآن في مدرسة النبي اتربى على الرسائل الربانية إذا بيه مرة واحد وسيدنا عمر بقى الخليفة واحد كده ييجي عايز يكسب وده فينقله كلام سلبي عن حد فسيدنا عمر قال له يا هذا إما أن تكون كاذبا فأنت من أهل قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإما أن تكون صادقا فأنت من أهل قول الله تعالى هماز مشاء بنميم وإما أن نعف عنك تختار إيه ندور وراك كاذب ولا صادق لأن ربنا قال لنا دوروا على الأخبار اللي مش حلوة دي تبينوا ولا أنت حتى أصلا تبقى صادق وعمل توقع بين الناس بالطريقة اللي أنت بتوشي بهذا الإنسان وتغتابه قدامي ولا نسكت ونسامحك وخلاص قال عذرا يا أمير المؤمنين بل يعفوا عني ما تدورش وراينا غلطان شوف سيدنا عمر بينأي مجلسه من النجوة لهي الغيبة المحزنة للمؤمنين لأنه تربى على الرسائل المتتالية التي كانت تنزل من الله